الحمد لله الحمد لله أولاً بلا ابتداء الحمد لله آخراً بلا انتهاء الحمد لله ملء الأرض والسماوات الحمد لله حمداً طيباً مباركاً طاهراً إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتجدد بكم اللقاء مع برنامجكم الإنس والجن يقدمه لكم محمد جد الله ومعنى مفاجأة في النصف الثاني من الفقرة الباحث العلمي عضو الأكاديمية الصينية للطب البديل الأستاذ أبو القاسم جابر ونغوص معه في بحر العلاج بسم النحلي وأنواعه وطرقه والحجامة والإبر الصينية وفي الفقرة الأولى يشرفنا ويسعدنا فضيلة الشيخ المعالج الأستاذ عبد السلام الضوي مرحبا بحضرتك نورتنا شيخ عبد السلام والله إحنا بنسعد بلقاء حضرتك يعني واستفادتنا من معلومات حضرتك في خبرة العلاج ما شاء الله يعني نمت على شيء من أرض الواقع فده نمع أن في حالات كتير بفضل الله عز وجل ربنا بيجعل حضرتك سبب فيه شفائية وهذا على أرض الواقع فالعلم ده ما شاء الله يعني لابد أن احنا يكون عندنا إعلام هادف ونوصل المعلومة السليمة الصحيحة للناس في هذا العلم وإحنا بنستفاد من حضرتك دايما وأبدا وإنت بتبخلش علينا بوقتك وجزاك الله خير الجزاء على تشريفك لنا وياك إن شاء الله عايزيني أكلم حضرتك النهاردة عن موضوع الجن العاشق نعم ما هو الجن العاشق؟ الجن العاشق هو تصلف من أنواع الجن مشتى أنواعها إذا كان جن طيار أو جن غواص أو شيطان أو شيطان مارد أو أفريد فهو تسلط على الإنسان كي يستحوز عليه ويدنس الجسد خاصة لإعتداءات الجنسية عن الإنسان ويتستحوز عليه في أفكاره كي يبعده عن عبادة الله والوقوع في شارك الرزيلة والزنة والضواط والصحاق وخلافه ده موضوع كبير أول نعم ده يعتبر من أخطر أنواع الجن من أخطر أنواع الإصابات قلت نظر عن الجن أخطر أنواع الإصابات وأكثرها؟ أكثر أنواع وأكثرها شيوعا هو المس العاشق يعني حضرتك من خلال الإحصائيات الوقعية بيمثل أكبر لزبة في الضرر الجن العاشق؟ نعم طب إيه الأثار السابق؟ طب لا أول نقول إيه أسبابه؟ أسباب المس العاشق أول حاجة ممكن قلنا وذكرناها قبل كده قلنا الوقوف أمام مرآة ممكن يتسبب في مس العاشق العين شيطان العين وشيطان الحسد ينقلب لمس العاشق مع الأمد السحر وخدام السحر شيطان العين اللي هو حضرتك بيبقى بسبب العين العين أو الحسد آه بينقلب فيما بعد شيطان عين أو شيطان حسد ثم مع طول الوقت وطول الأمد ينقلب العاشق لليسد كذلك السحر ممكن خادم السحر ينقلب العاشق للجسد بعد فترة من الزمن بعد فترة من الزمن ممكن عفوا التبرج الزائد البعد عن الله البعد عن ذكر الله عن الصلاة عن قراءة القرآن أسكر الصباح والمساء كل ذا تؤديه لمساء عاشق لأن الشيطان يطمع في جسد الإنسان طيب ممكن نقول الأول أثاره السلبية أيها على الأسرة والمجتمع أثاره السلبية دائما المصاب بالمساء العاشق بيعاني من بيعاني من التحرش والاعتداد الجنسي يعني وده بيأثر على نفسيه طبعا بالسلب كذلك ممكن بيعيق حاجات كتير يعني ممكن يعيق الزواج يعيق الإنجاب ممكن يعمل أزمات ومشاكل بين الأزواج ونفور مسألة النفور دي حضرتك أنا يعني أكم من اتصالات كانت بيتيجي بسبب موضوع النفور وإن دائما الزواج بيبقى في حالة نفور من الزوجة والزوجة في حالة نفور نعم بيبقى هل السبب ممكن يكون الزوج هو اللي معاه مس عاشق مثلا جنية مأجابة بي أو مثلا كده أو يكون العكس العكس صحيح برضه يعني لو جنية عاشق إنسان من الإنس بتعمل نفور ما بينه وبين زوجته ما يدخلوش ما بقاشش علاقة حميمة بينهم ومن بعضهم دائما فيه مشاكل دائما فيه خلافات حتى اللقاءات الحميمية ما بيتمش تمام وبينهم ناس كتير بيحصل فراق بيحصل بيعمل تفريق إنه مس العاشق أغلبه بيكون مس شيطان ساحر عنده علم السحر يعني هو مش مجرد شيطان أو جن عادي لا بيبقى جن حضرتك قلت في بداية الحال أنوا من أشد أنواع الجن أشد أنواع الجن وأشدهم ذكاء وأشدهم قوة بسبب السحر لأنه هو بيغس وهو في أدلة من القرآن بتعلمنا جيدا إن فيه جن قوي وفيه جن أقوى سيدنا سليمان لما طلب عرش بالقيس يعني اللي كان علما من الكتاب قال له أجيبه يعني في بسافة زمنية الآخر قال له أجيبه في طرفة عين اللي هو عنده بقى اللي يعتبر العلم الأكثر أو القوة الأكثر على أنه ينقر العرش من اليمن يجيبه نحن بنتكلم مع احترام لحياتك بنقول المس العاشي أشدهم خطورة وبيأخذ وقت في علاجه وعايزهم الصبرة وعايز الصبر ولازم المريض يكون عنده الصبر وعنده اليقين وقوة تحمل عشان يأتي بالعلاج ولكن عدد ذلك بيصعب علاجه المعالج عليه بنسبة نقول مثلا 40% أو 50% من العلاج والمريض ببعدين 60% أو 50% لأنه لازم بيحدد المعالج بيحدد سبب دخول العرض ده الجسد إيه إذا كان عين أو حسد بيبدأ يعالج العين والحسد عشان يكسر يكسر ركائز الأساسية اللي دخل عليها إذا كان سحر بيبطل السحر عشان برضه يكسر ركائز الأساسية اللي بيعتمد عليها الشيطان الشيطان العاشق أو الجن العاشق طيب حضرتك سؤال إيه هي علامات يعني دلوقتي مثلا عشان برضه نوضح للجمهور المحترم والمشاهد الكريم علامات الجن العاشق سواء عند الرجل أو عند المرأة عند الرجل أو المرأة وعلى فكرة برضه في نقطة عزي نتكلم فيها إن الجن العاشق ده ممكن ييجي أنسة من الجن تعشق ذكر من الإنس وذكر من الجن يعسق أنسة من الإنس من الجن يعشق أنسة والعكس صحيح وممكن أنسة من الجن تعشق أنسة من الإنس وده يسمى الصحاق صحاق الجن صحاق الجن للإنس وممكن ذكر من الإنس عفوا ذكر من الجن يعشق ذكر من الإنس من الإنس وده بيسمى اللواط بيأتي في الأحلام بهذه الصورة يعني ممكن أنسة من الجن تعشق أنسة من الإنس نعم علامات بقى العلامات حضرنا أول حاجة كسرت الاحتلام كسرت الاحتلام يعني الشخص يحتلم كثيرا ويوم منهم بيلاقي دايما فيه احتلام معاه ولو الأنسة بتحس فيه إفرازات في حالة أحيان ممكن الشيطان أو الجن بيغيب الحالة عن الوعي بيخليها في لا وعي عشان ما تشعرش إيه اللي بيحدث معاه في الأحلام هو بيكون حقيقة ما يكونش أحلام بس هو بيشوف في الأحلام ثانيا قلنا كسرت الاحتلام توقعات الشخص يتوقع أشياء وتحدث أو يشوف أحلام وبعد كده يشوف الأحلام دي بيتحقق قدامه كده هو قاعد بيشوف حدث شافه قبل كده ويفتكر أنه هو شافه في حلم ويبقى عارف أنه هو هيخلص على إيه هذا الحلم هذا الموقف عفوا الموقف هيخلص على إيه ظهور بقع زرقاء في الأفخاد مائلة للحمرى نعم ده بالنسبة حضرتك للنساء للنساء نعم للنساء كذلك برضو تساقط الشعر تساقط الشعر بيكون بعراض السحر تساقط الشعر بيبقى ليه علاقة بعراض أو أمراض السحر عامة نفور الزوج أو الزوجة من بعضهم البعض أثناء اللقاء الحميمية تحس أن الزوجة عفوا محترامي ما تحسش بزوجها أو تشعر أن فيه أحد آخر هو في هذا اللقاء مش جوزها أو ما تشعرش بأي أحسيس في هذا اللقاء عالمات الجن العاشق للمرأة بيسحر بالزوج ما هو بقول لك هو الجن ساحر وعشان بقول لك هو على ذلك هو أصب من أصعب حالات العلاج حضرتك قلت بداية في الحلقة أنه من أخطر أنواع الجن وعشان كده بقول لك بيسحر 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 للشخص فممكن بقاش فيه انتصاب شعور الشخص إن فيه أحد نايم معاه لا وكونه برضو حضرتك من غير قطع كلام حضرتك أنا آسف وكونه إنه هو معجب بالشخصية غير لما يكون مكلف من خادم بالسحر مكلف من خادم السحر هنا فيه شقين فيه شق سحر شغال ومس فبتبقى الحالة أصعب أصعب وبدأ بيدمر نفسية الشخص الشخص بقمه محبط بيحس إن كل حاجة يعني هو هل عنده المقدرة على إنه يعمل حاجات الحضرتك قلت عليها ديات اللي هو عدم إتمام العلاقة الحاملية وشيطان بيبقى يجن ساحر أو شيطان ساحر عنده الاستعداد إنه هو يسحر للشخص اللي قدامه يعني مثلا ممكن من ضمن العلامات برضو أنسة يتقدم لها أحد خطبتها عشان إنه واحد راح يخطبها وتبصت لها بتبكي بوكة شديد ومش عايزة وشايفها بشكل وحش إما هو يشوفها بشكل وحش وده برضو بس العاشق قادر إنه هو يصور هذه الأمور يعني بيصل الحال إنه هو يشوه صورة العروسة وهي مخطوبة نعم أثناء فترة الخطوبة نعم معالج حاذق فاهم كويس عشان يقدر يحد إذا كان دمس وإذا كان ساحر برضو من ضمن العلامات الشعور عفوا بحركة في العورات أو نبض في العورات أو ممكن كذلك ممكن شخص من الزكور يجد دايما يجد عفوا في ملابسه شعرة نسائية أو عفوا مرتفة حول العضو فيستارة الشعر دي مش موجود عندي يعني حتى لويز أكت ومسلا شعرها أسودة إليها صفرة ولها الشعر أسودة إليها سودة فالعكس صحيح فبيستار بتكرر معاه لو على ذلك مع النساء بيحدث أمور عفوا فقدان لأشياء خاصة الملابس الداخلية الروج مكياج حاجة دي كلاما دايما الشخص لو بيركز يلاقي فيه حاجات بيضيع منه بيضيع عن طريق المس العاشق إيه سبب؟ هل هو بيضايق الشخصية؟ مش بيضايق الشخصية هو طبعا عاشق لهذا الجسد فبيحب بياخد الحاجة دي بيحتفظ بيها إما بيحاول ليحسس الشخص اللي هو عاشقه إن في حد معاك يعني بيحسسه واحدة واحدة يعني عايز يوصله رسالة حقيقية بيديه رسالة إن في حد الزبط مش مجرد إن أنا بأتيك مثلا في المنام أو في الحلم هل يقيم الجن العاشق علاقة مع الإنسية؟ مش يقيم علاقة مع الإنسية في الأحلام وممكن يقيم معها في الواقع هي وصحية يعني يتجسد في صورة ممكن يتجسد في صورة إنسان غير مرئية صورة إنسان وممكن يتجسد في صورة بلا صورة جسد بلا رأس وفي الحقيقة وتشعر للأنسة إن في حد بيجمعها في حالات كتير بس دا لما بيكون طال الأمد على نفس العاشق أصبح بقاله 8-9-10 سنين 11-12 سنة ممكن يظهر في هذه الصورة حضرتك عايز تقول لما يتملك من الشخص يكون الشخص يكون مشلول يعني يحس إن هو كله مش قادر يرفع أيديه ولا رجليه ولا قادر يتكلم زي الجسوم كده ما يكون ومش قادر وحاس بكل حاجة بتحدث معنا بس دا بيبقى بسبب إن ما تمش العلاج مبكرا وأخذ فترة من الزمن خد فترة هو دايما الجنة بيكون متخافي هذا الجنة دايما الجمس العاشق بيكون متخافي زي وزي الحرامي بالزبط ما بيحسسش شخص لما يحس الشخص إن هو فيه ميول ليه ممكن يبدأ حضرتك بتقول لواد بيديه خريطة مستقبلية للأحلام اللي بيديهاله إن أنت يحصل معك كذا وكذا 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 فممكن يدخلوا من هذا المدخل إن هو بيعرفوا بعض من الغيب القادم أو يخليها تحسس بعض من الإحداثات القادمة هو بيحاول يعني مقيدة أنا بيعرف كل شيء أنا بحميك ممكن يبدأ مع كده بيجي يقول له بقى في ودنه أو هو نايم أنا بحميك أنا بخاف عليك أنا بحبك أنا بحروسك أنا بعمل معك كذا ولو حد دايك بعمله كذا بيحس إن هو يحاول يميل قلبه إليه ولكن هو شخص فعلا ده من أخطر أنواع الجن شنجده فيه منه جن الطيار الجن الطيار ده كمان أشد قوة وأشد صلاة ده وعلاجه بيحتاج وقت يعني إيه جن طيار بيطير ورسول عسيد محاسد رسول عليه الصلاة والسلام مش قالك منهم يطيروا في الهواء فيه جن طيار ومنهم غواص ومنهم غواص يعني طيار يعني إيه طيار بالنسبة للجن العاشق يعني إيه يعني بيطير ويجي يعني بيجي مثلا على فترات وطاق ما بيجلش في الجسد يعني لو حاول المعالج إن هو يمسكه ما بيعافش يمسكه حاول إن هو يقرأ يحضر عليه غير الجن العاشق اللي هو ملازم للجسد بالضبط لكن بيطير ما بيعودش في الجسد فصعب إن انت تملكه وصعب إن انت تكتبه عايز معالج قوي يجيبه ويحضره ويدخله الجسد ويحبسه في الجسد بآيات الله الله ويبدأ بقى إذا كان بقى حرق فيه إذا كان عذاب فيه بس بياخد وقت لازم المصاب يبقى عنده قوة تحمل وعنده صبر وقوة إرادة عشان يخف منك ويشفم يشفم من هذا ما عنده إرادة آه عنده إرادة يعني لابد أن تتوفر الإرادة أولا لدى المصاب قبل دول المعامل بالضبط بالضبط عليها وقراءة في كتب السحر ممكن تجيب مس أنسة تخرج من أفوا من الحمام وما فيش حد معها في البيت وعارفة واسقا ما فيش حد في البيت فبتخرج براحتها ما بتنتديش أي شيء سهل جدا إن الشيطان يطمع فيها ويتبعها لحد ما يجد الفرصة ويدخل جسدها لازم هي وخارجة من الحمام تسطر نفسها لأن يراكم هو وقبلون من حيث لا ترونها ما هو بيشوفونا وإحنا ما نشوفوه مش هو موجودين معانا في كل مكان نعم فالجانب يطمع في جسد الإنسان فأي واحدة في بيتها عارفة ما فيش حد معانا ما تخرجش من الحمام واخد الشعور وتخرج براحتها لا لازم تسطر نفسها وتسطر عوراتها نعم وهي داخل الحمام برضو تقول دعاء دخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وتخل برجلها الشمال لأن الرسول قال ما أننا حسنا على ذلك حسنا على ذلك لأن دخولك أنت تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أنت كده خلاص وإذا قرأت القرآن لنجعلنا بينك وبين نزيل اللي يقومون بالآخر الحجاب المسطورة أنت لو قلت الدعاء ده الجان الموجود في الحمام ده جان كافر أو شراطين ببو شراطين كفرة سبحان الله بعد الدعاء ده ربنا بيعمل بصرهم يسمعوا صوتك لكن مش شايفينك سبحان الله بهذا الدعاء نعم أكم من ناس يعني لا يهتمون بمثل هذه الأمور السمينة ما بيعتقدوش فيها أساسا ولا يعتقدون فيها ما بيعتقدوش فيها مع أن ربنا ذكر كل شيء في الكتاب نعم يعني نسأل الله نفع لنا ولهم من علم حضرتك وربنا يجزد كل خير طيب دلوقتي بالنسبة للجن الطيار دوت هل هو بيأتي على فترات متساوية ولا متبعدة يعني مثلا بييجي في أوقات متفرقة ولا لي معاد محدد الجن الطيار هو منازم الجسد لا يترك الجسد إلا في لحظة الخضورة لما يشعر أن فيه معالج هيعالج أوراقة هيقرأ يهرب من الجسد أو إذا قرأ القرآن يعني أنت حاس أنت عندك قدرة أن تقرأ قرآن ما بيستحملش القرآن فبيطلع عشان وجوده في الجسد بيدي إحاءات وعلامات أن هذا الجسد مصاب بمعنى أنا اللي بأسأل حضرتك السؤال ده كان جالي سؤال قبل كده أن فيه يعني إحدى الحالات من خارج البلاد يعني بدون أن فيه جن بييجي في وقت معين هي بتحس أن حد يعني خيال يعني جمحك أنه زوج نعم مسافة بسيطة جدا من الزمن بس كل يوم في وقت محدد مثلا وليكن الساعة خمسة الفجر أو ثلاثة الفجر يعني في توقيت معين كل يوم ده بيبقى ملازم للجسد ولا بيبقى جن طيار جن عاشق بيجي في وقت محدد الجن طالما عاشق الجسد بيلزم الجسد خاصة لو كان طيار بيكون موجود في الجسد باستمرار لا يترك الجسد إلا في لحظة خطورة ما شعر أن فيه معالج جاي أو حد يقرأ عليه فبيخاف يتكشف أمره لو قرأت القرآن بيبدأ فيه ممكن قد يرتعش ممكن الجسد يرتعش ممكن يشعر دايما الجن الطيار دايما في حضوره دايما لأيدي لأنه هو دايما بيبقى رامي جناحاته جناحاته بيرميها على أكتاف المصاب وإيديه فدايما في حضور الجن الجن الطيار وإذا قرأت الآيات الخاصة بالجن الطيار دايما تجد الدراجة دي بتعمل كده حركة لا إيرادية ده المصاب نفسه علاوة على ذلك بيبقى العينين دايما يقعد المريض يقعد يعمل فيه عينيه كده إما تلاقي العين بتعمل كده بهذا الوضع بيرمش كده علاوة على ذلك بيحس زي ما يكون فيه كرة وقفة له فيه ظهره هنا ده في وجود الجن داخل الجسم طب ليه حضرتك الجن العاشق أكثر لبنات حوى عن بني آدم لا بالعكس هو مش أكثر هو هي بنسبة هي بنسبة بالمتفوتة ولكن النساء عفوا نكمل السؤال ده ضروري جدا ما ننسهوش بعد المداخلة معنا الأستاذ محمد رمضان البجور منوفية تفضل عليكم عليكم السلام ايبعد عن التلفزيون يا أسوال محمد السلام عليكم وطي التلفزيون لو سمحت وطي التلفزيون يا أسوال محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد رمضان من athlet أهلا وسهلا بحضرتك نكلم الدكتور عبدالسلام يا فندم لو سمحت اتفضل معك الشيخ عبد السلام على الهوى اتفضل احنا بنشكر حضرتك يا دكتور محمد على البرنامج المسمر شكرا وبنشكر السادة على المعدين القائمين على البرنامج بتوضيح بعض الأمور للجمهور بنشكر حضرتك كلنا والله حبيب اتفضل معك الشيخ اسأل السلام عليك يا فضلت الشيخ عليك سافرك يا طوصان انا والله يا فضلت الشيخ ان كان حصل معايا مشكلة وحزنت جامد وكنت يعني في حالة حزن جديدة وقاعدت مع نفسي وحطيت ايدي كده على وشي جديتين لقيت حاجة طلعتلي لقيت شيء طلعتلي كده يعني راجل بدأ وشايل طفل على قدير نعم ومن ساعتها يا فضلت الشيخ وانا معايا اوهام وعايش باوهام وعايش بحاجات يعني تفكيري دايما كله سلبي وروحت الافطر من شيخ هي ان شاء الله هي ان شاء الله فيه بقى اللي اللي قال لي ده انت معمول لك سعر وفيه اللي قال لي احنا نربط لك وفيه يعني ما بقيتش بقيت تايا فضلت الشيخ وما بقيتش عارف حاجة خالص وروحت الدكتور يعني روحت الدكتور نفساني مشيت معاه وتعليجت معاه يعني بنزل خمسين في المية تمام طيب لكن كل الوساوس وكل التفكير وكل الامور لسه عايشة معايا طيب معايا خير ان شاء الله خير 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 حرد علي حاجتك حاضر حاجتك ما احترامي انت الشخص اللي شفت ده شفته مرة واحدة ولا تكرر معاك اللي شفته تاني لا انا ما شفته شغل في المرة دي اتو اول مرة بحياتي بس كنت حزين ده حزني جديد عمري ما حزنته قبل كده تمام طيب انت بتعاني بتعاني عفوا فيه فيه الام في جسدك بتحس ان فيه سقل على اكتافك ورقابتك فيه تكسير من ورا كان كت في الشمال دايما بحس ان بقلبك بسدري مقتومين وتقال تمام السدر بيه فيه ديق في الصدر وخنقم بعد المغرب مع الليل ديق في الصدر من بعد العشق او اه تمام احلامك اكتر احلام بتحلامك او تكرر معاك ما يعني اا الاحلام يعني مش مش منطريحة او افضلت الشيخ طب عموماً بصوا عموماً كده احتمال كبير انت معاك إصابة والإصابة عصول إنسان عشان يشوف قدامه عشان يشوف حاجة زي كده لازم يكون فيه إصابة معاه إما عين وحسد إما مس إما سح لكن بدون إصابة عمره ما هنشوف حاجة زي كده سمامة فضلت الشيء نشكرك يا سيد محمد شكراً لمدخلة حضرتك شكراً لمدخلة حضرتك نكمل حضرتك السؤال اللي قطعتنا في المدخلة لماذا نجد أن أكثر بنات حواء على مستوى العالم مش على مستوى دين معين مصابين بالجن العشق أقل من نسبة الزكور أو الأقل تمام تمام خير إن شاء الله أكثر نساء إصابة من رجال ده بيرجع للآتي قلنا لفق الحلقة سبب التبرج قصة التبرج عفوا النساء نقصت عفوا دين لأنه بيجي عليهم فترة في الشهر وخبالك بيوم يصلوش بيبعدوا عن قرارة القرآن الفترة دي كفيل إن الجسد يخترق فيها لو ما فيش تحصين تحصين بإيه؟ بذكر الله بالتسبيح بقرارة القرآن ده اللي كنت أتكلم فيه يعني ده السبب ده السبب الأساسي طيب السؤال بقى السؤال عشان يعني حضرتك معنا إن شاء الله يعني قبل الفصل حوالي ثلاث دقائق كده تمام عايز حضرتك تديني رشدة رشدة علاجية مجانية لوجه الله تعالى لمصابي الجن العاشق على الهواء خير إن شاء الله بس أنا عايز برضو وضح حياتك إن الوقت ده غير كافي إن إحنا نشرح المس العاشق ككل لسه بيقومه كتير في المس العاشق ما تكلم ناش شيء نحنا مفهود فيها أو تكلمنا فيها عزلينا ثلاث أربع حلقات أنا يعني كل مدى بسعد بحضرتك الله يعزك والله يبجد ويشاعدني ويشرفني استضافت حضرتك إحنا عايزين ندي معلومة الناس عشان الناس تفهم وتحصل نفسها وتبقى فهمة يعني إيه مس يعني إيه سحر يعني إيه حسد يعني إيه دجال يعني نصاب نازم نفهم الناس عشان الناس للأسف وعين في برزق حاجة يعني أنا وضح بس الرجلتة عشان خاطر يبقى المستمع النهاردة طلع بمعلومة مستمع الرجلتة كالآتي سواء مس أو عين أو حسد أول حاجة ده أنا عايز على الجن العاشق أول حاجة أنا أتكلم على العامة وخاصة المس العاشق أول حاجة عدم الوقوف قدام المرآة إلا للضرورة القصوى وإذا وقفت بقى فيه ذكر الله وفيه قراءة صور قصيرة من القرآن عدم الخروج من قلنا من الحمام الإنسان عفوا بدون ارتداء ملابس يسطر عوراته منامشي وأنا برضو عاري إنه عدم النوم الواحد يبقى نايم عاري سواء رجل أو أنسة ما ينامشي عاري لأن عالي برضو الشيطان بيطمع في الإنسان قراءة القرآن ورد يومي أول حاجة نبدأ بها يومنا أسكر الصباح والمساء تسبيح صباحا أشهدوا أن لا إله الله وحده لا شريكة له الملك وله الحمد يحي يوميته على كل شيء قدير مائة مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العيد العظيم مائة مرة الصلاة على الرسول الاستغفار الصلاة على وقتها أعمل ورد يومي لي يوميا المحافظة على الصلاة الخمس لا خمس أقيموا الصلاة وقاتوا الزكاعة أخبرك عمر راكعين إذا نوضي للصلاة إذا نوضي للصلاة يومي 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 يوميا عفاسه على زكر الله وزره بي إن الصلاة تنع على الفحشاء والمكر ربنا ذكر الصلاة دي في كل مضع كتير أو في القرآن بس عشان وقت الحلقة مش مجز يعني يعني ديتين كده صلاة القيام ولو ركعتين مع الدعاء بالليل وياريت صلاة الفاجر حاضر دي كل حاجات دي بتحصل بين آدم البعد عن النم والنميمة البعد عن أكل أموال الناس يعني حضرتك عايز توصل الرسالة بطريقة غير مباشرة إن البعد عن الله والتقصير في حق الله والذنوب والمعاصي من أسباب الجن العاشق ممكن أكون بساطية وبقرة وبنم مع الناس ممكن أنا مش كويس ممكن أتصاب ممكن أكل حق الناس بقى الرشدة الصلح مع الله بالضبط والبعد عن النم والنميمة أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيهم أي تنفكر يهتبون الزنوب يعني جميع الزنوب دي مسببات المس أو السحر أو الحسد بتكون دا عقاب ما نزل دا إلا بزم يعني زي عقاب وما يعلم جنودة ربك إلا هو بالضبط زي ما بيقولوا بالعامية بيصالة أبنان على أبنان سبحان الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة وجزاكم الله خيرا مشاهدي الكرام لحسن استماعكم ونلقاكم بعد الفاصل وياك مع الأستاذ الباحث أبو القاسم جابر في الطب البديل والعلاج بسم النحل والحجامة والإبر الصينية وما هو جديد في هذا العالم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته